محمد من الشارقة تقول بأن عندها مشكلة طبعاً ذكرت مشكلتها بشكل واسع وكذا وقالت بأن زوجها طلقها والسبب أن زوجته الأولى ما رضيت بها وتقول أنا حاملة الآن مرتين وكذا وذكرت بأنه صار عندي وفاة وشيء من هذا القبيل وأنا ذكرت للأخت محمد قلت هذه المشكلة تحلها المحكمة لكن هي طلبت نصيحة فيما يتعلق بمسألة الذي حصل بينها وبين زوجها أخت محمد بارك الله فيك مثل ما قلت لك أنت أمام مشكلة ما تحل بالفتوى وإنما تحل بالمحكمة ولذلك تلجئين إلى المحكمة الشرعية وتقدمين كل المستندات والأمور التي أنت الآن تعتقدي بأنك تضررت من زوجك أكون هو تزوجك بشكل طبيعي وشرعي ولا في أي مشكلة إلا أن الزوج أرضى زوجته الأولى بورقة طلاقة كما ذكرتي بالأمس وأنت حامل بتوأم وشيء من هذا القبيل هذا يتحل المحكمة أخت الفاضلة وأعتقد بأنك إن شاء الله ستأخذين حقك كامل موفور غير ناقص هذا الأمر الأول أما مسألة التذكير وهذا لا شك بأن الإنسان يجب علي أن يتقل الله وأنا خاف الله وأنا سبق لي حقيقة جواب حول يعني تعدد بعض الأشخاص يعني يتزوجون ويعددون لكن غير قادرين على فتح بيت ثاني إما من الناحية المادية الاقتصادية أو من الناحية العاطفية الشعورية مع الزوجة الأولى فكيف الآن يظلم بنت الناس وتزوجها وبعدين يطلقها بسهولة جدا بناء والله على طلب الزوجة الأولى هذا لا يجوز وحرام لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تطلب طلاقة ضرتها لتكفأ ما في صحفتها نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تطلب طلاقة ضرتها التي هي الزوجة سواء كانت الثانية هي التي تطلب أو الأولى هي التي تطلب لتكفأ ما في صحفتها هذا محرم ولا يجوز ولهذا بالنسبة لهذا الرجل لا شك بأنه إذا كان ما في مشكلة أصلا بينك وبينه وإنما هكذا لإرضاء الزوج الأولى فقد شاركها في الإثم المرأة مدام قالت ما أقبل إلا تطلق الزوج الثاني وما في سبب أثمت وهو أيضا شاركها في الإثم ولذلك أنا دائما أقول على الإنسان الذي عنده رغبة في الزواج أن يكون مستعد للزواج ليست المسألة والله تقليد للآخرين شاف صديقه والله الشي تزوج راح تزوج والله والله جاءت فكرة هو جالس هكذا في رأسه وقال خلاص أنا بكرة بتزوج ما يصلح الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ولذلك هذه المرأة طيب ما ذنبها الآن تطلق هكذا بكل سهولة وبكل عدم مبالاة خاصة وأن المرأة تقول بأن حامل بتوأم عمو من أخت الفاضلة زوجك لابد أن يراجع نفسه وأن يراجع حساباته وأن يعلم بأن هناك حساب وأنه سيقف بين يديه الله عز وجل وسيسأله الله سبحانه وتعالى والله ما تنفع لا زوجة ولا والد ولا أم ولا ولد ما ينفع لعمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه بعض الأزواج يقول ياخي أنا والله أنا ما أبغى أهدم بيتي أنا عندي عيال من زوجي طيب من الذي يعني دفعك حتى تتزوج وانت عارب بأن أم العيال ما ترضى مثلا وعندها استعدادة تخرب البيت وتهدم البيت إذا علمت أنك تزوجت هذا بما جنته يدك مدام أنك تعرف هذا الشيء وتعرف بأن زواجك سيظهر للعلن مهما أخفيت وبيجيك عيال كيف تقدم علم مثل هذا العمل وبعدين تقول الله أنا ما أبغى أهدم بيتي كيف لابد أن تكون إنسان واقعي ولازم أن تكون إنسان لك نظر مآلي وتعرف النهايات عموما أخت الفاضل بارك الله فيك إلجأ إلى المحكمة وصل الله تعالى أن يسر أمرك ترجمة نانسي قنقر